في ليدي لويس نجم التيكو مدريد السابق كشف عن أكبر ندم سيمة سيرته الاحترافية في تصريح لصحيفة ماركا قال إنه خلال مواجهة مع ريال مدريد أخبره أجويره أن تحدث عن زوجة دي ماريا سي أدي إلي نياره وبالسعج عندما فعل ذلك شعر أجويره بالحزن ولم يكجيده في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد من إثنان ألصص في ليدي عبر عن ندمه وقال عدت إلي المنزل وشعرت الأساس ووجدت لدي ماريا أنا أساس لأني فعل ذلك أعتذر تجدر الإشارة لأن هذا الحادث سر على أداء جويره في المباراة والتي انتهت بفوز ريال مدريد سي دير بي مدريد من إثنان ألصص بهدثين من توقيع كرفالي وأوزيل واصلت سيري دي لويس تفصيل ندمه عن تلك اللحظة الحاسمة مش يرقل أنه على الرغم من تحقيق فوز ريال مدريد سي تلك المباراة إلا أن الندم كان يقرأه شخصية كان لويس يصف تلك اللحظة بأنه أكبر خطأ في مسيرته الاحترافية وأنه شعر بالأسس لتأثيره السلبي على فريقه اللعب البرازيلي أكمل حديثه بالتأكيد على أنه اتعلم من ذلك الخطأ وأعرب عن أسفه لدي ماريا بأكدن أنه كان يعتقد في ذلك الوقت أنه يفعل شيئا مضحكا ولكنه أدرك لاحقا أهمية احترام الزمالاء هذا الندم لم يأثر فقط على العلاقة بين لويس ودي ماريا ولكن أيضا على أدائه الشخصي وسمعة اللاعب في السلطة التي ترتلك المواجهة الحماسية في ديربي مدريد اشتركوا في القناة